المهندس أشرف المحمدي المهندس أشرف الأهلين في أسوان ليهم تقوس معينة بيحبوا أو يحرسين كل سنة في اليوم ده في 15 يناير أنهم يعملوها زي ما كنا بنقول على طول قبل العرض أنه منها احتفالا بالعيد القومي لأسوان كل سنة وحضرتك طيب وكل أهلين هناك بخير يا رب دايما ومنها طبعا احتفالا واحتفاءا بالسد العالي إيه أبرز هذه التقوس مع إنارة الشعلة؟ أنا أرد شهد أساسي طبعا بعدما أستطيع بيضاك في الازدقاء ده مع المزير المحافظ أسوان جاي هنمتقى في إخدل الشعلة في السد العالي وإحنا مصددات المحافظاتي حاليا ودي من أهم طقس اللي يعطى كل الناس أهلين وزملائنا لشعله السد العالي طبعا بنتظروا اليوم ده لأن طبعا بفكرهم بأمجادهم بتاريخهم وما كانوا شايفين الموضوع كان حلم والحلم ده واقع وخيئة فده حاجة طبعا يعني ممتظروها سنوي مش كلام يعني ده العيدة بهبي بمهانتش أشرف بقالنا 50 سنة على افتتاح 61 سنة عن افتتاح السد العالي ودايما فيه تطوير لمنشأة السد العالي 51 يعني السلفات كانت الخمسين إزاي بالسلفات في السنة دي مش 71 يا فاندن؟ واحنا 2022 أنا برضو بحسبها على 2021 21 طيب السد العالي دايما بيكون فيه تطوير دايما بيكون فيه تحديث ايه أهم المشروعات المتعلقة بتطوير وتحديث للسد العالي اللي احنا شفنا أهميته معلش مهانتش أشرف شفنا أهميته في الفيضانات اللي كانت السنة دي أو السنة اللي فاتت تحديدا والسنة اللي قبلها وتقريبا مرت بالسودان ووصلت لمصر لو لا السد العالي لكنا في مشكلة يعني وطبعا المشروع في أول خالص في فدايته خالص وطبعا في العرض يعني أنه بتطوير حاجات أسفلين هو طبعا السد العالي والبحيرة تنصر نسبة الرئيسة يا جمال عبد الناصر الله يرحمه والمحاطات التوليد الكهرباء فهو هو مشروع متكامل على بعضه تم وكان لازم يتمل المكان القوي طبعا المتحدة بتجي عالية جدا وكان بتدخل بتضم مرحقات كثيرة جدا وتهدي حاجات كثيرة جدا طبعا النهار ده بعد إنشاء السد العالي هو البحيرة بتعمل تهديئة للمية والتهدي الدين ما عادش بيحصل كان بيحصل زمان وطبعا إحنا طبعا وتوسعنا في الأرض الزراعية يعني بعد شيء ما كانش نظر المساحة دي كلها وكان ما فيه صناعة وكانت قصير تنمار للتنمية ولا زيادة طبعا البعد إنشاء السد العالي كل شيء تغيرت يعني حامل بلد من خلال يعني كابت للناس كلها قدرة المصريين على تحدي الصعاب يعني الصروة السماكية نفسها ما كناش نقدر من نتكلم سيها مجالات كثيرة أدفها السد العالي وحنا طبعا كسد عالي يعني إحنا طبعا طائمين عليه وكل الإحتياجات بيحتاجها بنتطورها وبنحسل وبنحسل أدفها مش روحات كثيرة بيقومها السد العالي وبنقومها داخلها بصوحيات دي يعني ما تتحقق بيحتاجش يعني كتير كتير حاجات يعني أنا أنت بس بروع نبض مصر نبض مصر كلها لازم كل شيء ممكن تعمل تخيله يعني خدا السياسية ما فيش أي حاجة ممكن تحتاج السد العالي بتعملش حمز الله رب لك شريان من شريان الحياة المهمة جدا في مصر شكرا لحضرتك المهندس هو سياسك بس المهمة بس ملاخ لأدفها صغيرة خالص صاد وطبعا من الأستاذ العالي واللي احنا في نقوله وفي مشروع يعني مهازي له حاليا يعظم من الأستاذ العالي فهو المشروع القاومي اللي أطلقه الأستاذ الرئيس على المتاحة السيد رئيس كمهورية اللي هو تأهيل التدع في مصر هذا المشروع هو يعظم نقطة المياه اللي مطلع عن الأستاذ العالي صحيح لو نقدر بكلمات بسيطة باش مهندس نشرح للمواطن ازاي ازاي العمل على هدية الترع وتبصين الترع ازاي ده بيكمل فكرة السد العالي طبعا هو المياه طبعا بالسد العالي كان بتروح في مجاري مائية صيارة المجاري المائية دي طبعا كان فيها رشع عالي كان فيها عوات كتيرة جدا كان فيها مشاكل بتقابلنا في طرع كبنحر جامد ترسيم جامد في الطاعة التي تجعل الممرور المية برضو كمية المطاعة تبخر عالي كلام ده كله احنا رجعنا الترع على الأصلها لمينا المجرى الماي خالي ستاك لما يكون انت عند كوبات مية وتقطعت كوبات في حاجة غرعة أو توسعها في حاجة كبيرة ما تنصل ما تنصل في الناعيات أول النقطة دي هو فرت معايا مية كتيرة جدا هذا رسالة صلح بها راضي هي شبكة متكملة من الريب عظمت من السد العالي يعني المشروع اللي أطلقه الريب بتاع الشيء السنة اللي فاته ده هو عظم النهار ده من السد العالي اللي أنا موجود في النهار هي شبكة متكملة من الري بداية من السد العالي ومجرى نهر النيل وصولنا إلى الترع إلى شمال الدلتا إلى البحر المتوسط على الأية حال المهندس أشرف المحمدي رئيس سيئة السد العالي شكرا جزيلا حضائك لأوجودك معنا في هذا الصباح وكل سنة وكل أهلنا في أسوان بخير ومصر كلها ترجمة نانسي قنقر